السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم النهاردة هنتكلم على بعض المشاكل اللي قبلت الناس لما نزلوا اداة هي اداة بتحول الى عرض تفاعلي يعني يقدر طلابك يشاركوا معاك في الحصة ويتفعلوا معاك في العرض اللي انت انشأته وكمان يجاوبوا على الاسئلة المطروحة وتقدر تعمل تفاعل جميل جدا بينك ومن طلابك ولكن للأسف بعض المتابعين لما جوا ينزلوا الاداء قبلتهم بعض المشاكل زي مثلا مشكلة ان الاداء ما بتظهرش في الاعلى يعني ما بيظهرش اسم الاداء زي ما وظهر عندي كده او كمان ممكن لما يجي يعمل العرض ما بيظهرش الكود في الاعلى في مشكلتين يا اما الاداء نفسها ما بتظهرش يا اما الكود ما بيظهرش والحل المشكلتين دول تابعوا معنا الفيديو ده للنهاية انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود في البداية عشان نظهر الاداء في الشريط اللي موجود بالاعلى اول حاجة هنروح لقيمة ملف بعدين هنروح للأمر خيارات طبعا لو باللغة الانجليزية فايل وبعدين اوبشن وبعدين هنروح على الوظائف الاضافية وباللغة الانجليزية اسمها اد اون وهنضغط على كلمة جو باللغة الانجليزية او كلمة انتقال باللغة العربية وهتلاقي اداة الكلاس بوينت موجودة هنا طبعا مش هتلاقي قدامها علامة صح يبقى انت هتعمل ايه هتضع علامة صح عليها وبعدين تقول موافق وبكده اداة الكلاس بوينت هتظهر عندك بالاعلى وبعد ما بتظهر بتعمل زي ما احنا شرحنا في الفيديو السابق وهتلاقوا شرح كامل لادات الكلاس بوينت في صندوق الوصف رابط الفيديو اللي بيشرح الاداة بشكل كامل بعد ما اظهرنا الاداة نيجي للمشكلة التانية وهي مشكلة عدم ظهور الكود طيب ازاي نحل هذه المشكلة بكل بساطة هنروح على الموقع ده وهسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو في صندوق الوصف الموقع ده هنحمل منه برنامج اسمه النيت فريمورك وده لازم نحمل احدث اصدارة منه طبعا في اصدارات كتيرة جدا موجودة احنا هنحمل اخر اصدارة اللي هي نت فريمورك 4.8 نضغط عليها هتلاقي هنا كلمة هننتظر طبعا ظهور الصفحة بتاعت التحميل بعدين نحفظه في اي مكان نعمل سيف هينزل معايا هنا بعدين نضغط عليه مرتين بعد ما بيخلص تثبيت هنعمل فينش في النهاية وبعدين هنروح نفتح الباور بوينت ونعمل العرض وهنلاقي الكود ظهر بكل بساطة يا رب الفيديو ده يكون عجبكم ده كان حل مشاكل الاداء اداة الكلاس بوينت الجميلة عشان الناس كلها تقدر تستخدمها انتظرونا ان شاء الله في فيديوهات تانية وما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك في القناة لو انتم اول مرة تزورونا وتبقى من ضمن عائلة قناة تعليم بلا حدود وكمان اعمل لايك للفيديو وشير عشان كل الناس تستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته